من داخل هذا الموقع وقف عبد الرحمن يتصدى لعناصر الميليشية التي اجتاحت مديرية المسراخ قبل أكثر من عام أول متراسة للدفاع نصب لنا وقايد المجامع محمد علي سعيد وقايد المجموعة رياضة طبعا حطوني قايد المجموعة هنا في الدفاع وعلى الرغم من أنه يعاني من إعاقة تتمثل في شلل وضمور بقدمه اليسرى لكنه كان مضطرا لحمل السلاح كما يقول أخذنا سلاحنا ولغم الإعاقة نمع في الرقل اليسرى في شلل وضمور في الرقل الأيسر إلا أنني حملت السلاح دفاعا عن العرض والأرض والحمد لله بيثيء الله تعالى وتثبيت لي لن تقبرني إعاقتي ولن تمنعني من إعاقتي من خروج إلى مقاومة عفاش والحوثي تتلخص قصة عبد الرحمن عندما بدأت من انخراطه في الخطوط الخلفية نظرا لإعاقته لكنه أصر على الانتقال إلى الخطوط الأمامية عندما شاهد الميليشية تتقدم باتجاه قريته قاتل غتال شريس لم يتراجع حتى قرح حتى وصلوا إليه الحوثيين يعني نفذت عليه الذخيرة وصل الحوثيين إليه وأطلقوا عليه ست طلقات بأماكن متفرقة أو سبع طلقات بأماكن متفرقة من قسمه تقدموا هنا اثنين 12 سنوهم من هنا حتى حاولوا الفرار من القهلمين أنا على طول أتحرك بخرج من هذا الباب إلا أن طلقات في ظهري أسقطني هنا على الأرض لم أحاول أنه ضاد أتكلم واحد من المتحوثين ومن العفافيش أسمعوا يقولوا اقتلوا 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 قلوا عدوهم اقتول قدوهم اقتول واخذوا سلاحي واطلقوا اشتدت المواجهات وظل هو صامدا في موقعه حتى نفذت منه الذخيرة ليصل إليه أفراد الميليشية ويطلقون عليه سبع رصاصات ويتركوه ينزف معتقدين بمقتله لكن رفاقه تمكنوا من إنقاذه ونقل للعلاج في الخارج في المقابل استطاعت قوات الجيش الوطني تحرير مديرية المسراخ بعد أيام فقط من إصابة عبد الرحمن رغبة عبد الرحمن وإصراره على مقارعة الإنقلابيين كانت أكبر من إعاقته التي يعاني منها ولم تتمكن حتى رصاصات الإنقلابيين السابع من سلب حياته بل كانت شرارة الانطلاق لتحرير المسراخ فواز الحمادي قناة بلقيس من مديرية المسراخ تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر